الآن الثامنة صباحا وموعدنا مع موجز الأهم الأنباء مع منا الشرقاوي تفضل يمن شكرا لك جمانا الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد رئيس عبدالفتاح السيسي أهمية دور الجمعيات والكينات العاملة في إطار العمل الخيري والتي تقدم المساعدات في المجالات التي لا تستطيع الحكومة الوفاء بها بمفردها وأعرب الرئيس السيسي خلال انطلاق المؤتمر الأول للتحالف الوطني للعمل الأهلي عن أمله في أن يشهد عام 2023 مزيدا من الجهود في مجال العمل الخيري مشيرا إلى أن مصر تدفع ثمن الأزمات العالمية مثل باقي دول العالم كما طالب الرئيس السيسي التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بإلاء أهمية خاصة للزراعة في المبادرات التي يطرحها لدعم المجتمع أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن مصر تتابع التطورات السياسية والتنموية في الصومال جاءت تصريحات مدبولي خلال ترأسه جلسة مباحثات موسعة مع نظره السومالي حمز بري بمقر مجلس الوزراء لبحث سبولي تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في المجالات المختلفة وأكد مدبولي تضامن مصر مع التحديات التي تواجه مقدشو من جانبه أكد رئيس وزراء السومال أن بلاده لديها ثروة حيوانية تقدر بأربعين مليون رأس ماشية بالإضافة إلى ثمانية ونصف مليون هكتار أراضي زراعية معربا عن تطلعه للتعاون مع مصر في مختلف المجالات اجتمعت الحكومة البريطانية مع نقابات القطاع العام في محاولة لاحتواء إضرابات متزايدة شملات قطاعات النقل والصحة للمطالبة بزيادة الأجور وعقب اللقاء رحب وزير الدولة البريطانية للسكاك الحديدية هوماريمان بالحوار البناء دون إعلان النقابة عن أي وقف لتحركها ويعاني النظام الصحي البريطاني ضغوطا كبيرا حيث يواجه نقصا في التمويل منذ سنوات وبعد وباء كورونا وينتظر المرضى سيارة الإسعاف لساعات قال الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلنسكي إن قواته تصمد أمام هجمات جديدة وأكثر شدة على سوليدار قرب مدينة باخموت شرق البلاد التي تحاول موسكو السيطرة عليها منذ أشهر وأضاف زيلنسكي أن كل شيء دمر بالكامل في المدينة وتقع سوليدار في منطقة دونتسك على مسافة نحو 15 كم من مدينة باخموت والتي كان عدد سكانها قبل العمليات العسكرية يبلغ 70 ألف نسمة وأصبح الآن مركزا للقتال قال المستشار الألماني أولاف شولتس إنه لا يزال مقتنعا بضرورة تنسيق تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا مع الحلفاء وذلك مع تصاعد الضغوط على برلين لإرسال دبابات ليوبار 2 إلى كييف وقال شولتس أن ألمانيا لن تتحرك بمفردها بشأن تسليم أسلحة لأوكرانيا مؤكدا أن ألمانيا ستبقى دائما متحدة مع أصدقائها وحلفائها وعلنت ألمانيا الأسبوع الماضي أنها ستزود أوكرانيا بعربات القتال مردير للمساعدة في صد القوات الروسية جاء هذا الإعلان في اليوم الذي تعهدت فيه الولايات المتحدة بتزويد كييف بعربات برادلي القتالية بعد يوم من إعلان مماثل من جانب فرنسا قامت قوات الأمن البرازيلية باعتقال نحو 1500 شخص من المشاركين في الاحتجاجات الأخيرة على نتائج الانتخابات الرئاسية في البرازيل والتي فاز فيها لولا دي سيلفا وقام الجنود البرازيليون بدعم من الشرطة بتفكيك المخيم الذي أنشأه المحتجون على نتائج الانتخابات منذ نحو شهرين أمام مقر القوات المسلحة البرازيلية في العاصمة برازيليا كان الرئيس لولا دي سيلفا قد تعهد بمحاسبة جميع المشاركين في أعمال الشغب والعن فأثناء اقتحام المباني الحكومي أصدر مسؤول الإطفاء أوامر إخلاء فورية لجميع سكان مونت سيتو في وكالة كاليفورنيا الأمريكية وأجزاء من سانتا باربرا وغيرها من البلدات المجاورة وذلك بسبب ارتفاع مخاطر الفيضانات والانهيارات الأرضية بعد سلسلة من العواصف الممطرة الغزيرة في الآونة الأخيرة وجاء تحذير الإخلاء الذي نشرته إدارة مكافحة الحرائق بعد خمس سنوات من هيارات أرضية وقعت في منحدرات التلال التي دمرتها حرائق الغابات ومنحدرات الوادي حول جنوب كاليفورنيا نهاية مجاز الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل